ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبدى الثورة بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم بديار الشام 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 بديار يصفح ساباته ويضل منتظر منتظر الإنسانية تبدى الثورة الكونية منتظر الإنسانية تبدى الثورة الكونية وين بديار الشارع يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم العن أول ظالم ظلم عليا وآل علي وآخرة تابع له على ذلك سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني أعني بفهم سليم سليم يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة التاسعة بعد العاشرة فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه هي الحلقة التاسعة بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان والحديث لا زال مستمرا تحت نفس العنوان حديث الولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصل بنا الكلام إلى الصورة السادسة من صور الشاشة الثالثة وهي وهي الصورة الأخيرة من صور هذه الشاشة التي أسميتها شاشة الأسرة الصورة السادسة مثلما تقدم جانب من الحديث عنها في الحلقة الماضية عنوانها زيارة السيدة نرجس والمراد من هذا العنوان نص الزيارة التي نزور بها سيدتنا الطاهرة نرجس صلوات الله عليها لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام ولكنني كما بينت لكم في الحلقة السالفة من أنني لا أقصد شرح الزيارة بكل تفاصيلها فهذا يستلزم وقتا طويلا لكنني سأقف عند بعض المفاصل المهمة في هذه الزيارة الشريفة وربما أشرت إلى هذا الموضوع بالإجمال في الحلقة المتقدمة أحاول قدر الإمكان أن ألملم الحديث في هذه الحلقة إذا استطعت كي أبدأ بفتح شاشة جديدة إن شاء الله تعالى هذا هو مفاتيح الجنان بين يدي وقد قرأت وقد قرأت عليكم نص الزيارة الشريفة المثبتة في هذا الكتاب وتحدثت عن تأريخ النص ومصادره لن أعيد قراءة نص الزيارة طلبا للانتفاع من وقت البرنامج بقدر ما أتمكن من المفاصل المهمة في هذه الزيارة ومراد من المفاصل المفاتيح أو المفكات هناك في نصوص الزيارات وفي نصوص الأدعية بحسب الهندسة الخاصة التي شكلت على أساسها منظومة الأدعية والزيارات والتي تقدم الحديث عنها هناك في كل نص من هذه النصوص هناك مفكات مفاتيح مغالق سمي ما شئت عبرت عن ذلك بالمفاصل من هذه المفاصل الواضحة في هذا النص والمدعة أسرار الملك العلام وهذه العبارة جاءت في هذا السياق السلام على والدة الإمام والحديث قطعا عن السيدة الطاهرة نرجس السلام على والدة الإمام والمدعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام المفصل الذي أتحدث عن هنا في هذه العبارة والمدعة أسرار الملك العلام وهذا المفصل يتكرر مرة أخرى في نفس هذه الزيارة والمستودعة أسرار رب العالمين جاءت في هذا السياق السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين المدعة أسرار الملك العلام المستودعة أسرار رب العالمين قطعا هناك فارق دقيق بين هذين الوصفين من جهة البناء اللفظي والتعبير البلاغي ومن جهة السياق الذي ورد كل تعبير فيه لكنني لن أقف عند هذه الجهات فهذا يقتضي أن الحلقة ستنتهي والكلام لا ينتهي لذا سأسلط الضوء على المعنى الجامع المعنى الجامع بين الوصفين بين التعبيرين من أن السيدة نرجس خزانة للأسرار الإلهية هذا هو المعنى الجامع السيدة نرجس في وجودها وكيانها وشخصيتها تكوينا وتشريعا السيدة نرجس خزانة لأسرار رب العالمين قطعا بحسب منزلتها وأسرار رب العالمين تارة تتجلى بالإجمال وأخرى تتجلى بالتفصيل والمدعة أسرار الملك العلام والمستودعة أسرار رب العالمين إنها خزانة إنها موضع أمانة إلهية إنها محل للوديعة الربانية والمودعة أسرار الملك العلام والمستودعة أسرار رب العالمين هي موضع للوديعة الإلهية هذه الوديعة الإلهية أين تتجلى تتجلى في عبارة واضحة جدا نقرأها في دعاء الندبة الشريف نخاطب إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذه هي الوديعة الإلهية التي أودعت بالإجمال لا يمكن أن تودع بالتفصيل إيداعها بالتفصيل فقط عنده سبحانه وتعالى وإنما هذا إيداع مؤقت عابر بالإجمال الإيداع بالتفصيل هو الذي أشارت إليه الأدعية الشريفة ما نقرأه في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم وفي نسخة الأعز الأجل الأكرم وهو الذي يأتي منسجما مع النغم اللفظي ومع التقديس الثلاثي وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته الذي خلقته مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو السر بالتفصيل فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لأنه لا يمكن أن يكون في موطن آخر إذ لا يوجد موطن يمكن أن يسعى ذلك التفصيل فكل المواطن مهما بلغت في كمالها وجمالها وجلالها وعظمتها كل المواطن من العرش إلى النقش وما وراء العرش وما وراء النقش كل المواطن هي ضيقة بالنسبة لذلك التفصيل وإنما يتجلى ذلك التفصيل مجملا في كل منزلة من هذه المنازل ومن جملة التجليات الإجمالية هي هذه التي تتحدث عنها الزيارة الشريفة السيدة نرجس بوابة هذه البوابة أشرق الإجمال منها هذا الإجمال الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء دعاء من الأدعية التي وردت عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أعود إلى هذا الدعاء إن شاء الله تعالى في برامجنا المستقبلية إن وفقت لذلك أنا أقرأ عليكم من الجزء التسعين من بحار الأنوار طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 259 دعاء الأسماء الحسنى هكذا يعرف هذا الدعاء وهو من أدعية الأسرار هناك مجموعة من الأدعية يعرفها المختصون بفنون الدعاء أدعية تسمى بأدعية الأسرار هذا الدعاء من جملتها دعاء طويل مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الأسماء الحسنى أقتطف هذه العبائر التي تتناسب مع الموضع الذي أنا فيه من الحديد ماذا نقرأ في هذه العبائر من دعاء الأسماء الحسنى وأسألك السائل يتوجه إليه سبحانه وتعالى وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء يا الله الله وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكم يا الله وأسألك باسمك الذي لا يغلبه يغلبه تدبير الفقهاء تدبير الفقهاء المراد تدبيرهم العلمي كما يقال من أنه ما ضاع على فقيه مسلك وليس المراد القضايا الفتوائية لأن أهل الفقه هم الذين يمتازون بالعمق والدقة بحسب منطق أهل البيت لا بحسب منطق حوزتنا العلمية الدينية الشعية هذه استعمالات بحسب ما يريد محمد وآل محمد لا بحسب ما يريد المخالفون لأهل البيت والذين يتابعونهم على نفس الإصطلاحات من مراجعنا الكرام وعلمائنا الأجلاء المصطلحات الشائعة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هذه المصطلحات مضامينها أخذت من مخالف أهل البيت ما موجود في كلمات أهل البيت هذه المصطلحات لها دلالات ومضامين أخرى وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يناله تفكر العقلاء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يبصره بصر البصراء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله هذه العبائر ألا تقودنا إلى ما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنه يحدثنا عن جانب من منزلة الإمام المعصوم أنا أقرأ من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته الحديث الأول وهو حديث طويل مفصل عن إمامنا الرضا ماذا جاء فيه هكذا يحدثنا إمامنا الثامن وولينا الضامن أبو الحسن فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخشئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء ماذا يقول إمامنا الرضا هيهات هيهات لأي شيء فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخشئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه كل هذه الإمكانات والمواهب والقدرات كلها عجزت عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره وكيف 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 يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن كيف وأن وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين أعود إلى دعاء الأسماء الحسنى أنتم شنفتم أسماعكم بحديث الرضا أعود إلى حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وآله هذه هذه كلماته في دعاء الأسماء الحسنى وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يناله تفكر العقلاء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يبصره بصر البصراء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك فلا يخرج منك إلى غيرك وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد ذلك التفصيل إلا بالآيات الواضحات هذا الإجمال هو هو إجمالهم تفصيل وفوق التفصيل ولكن الحديث له مقامات وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون هذا الإسم المخزون المكنون الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات ماذا نقرأ في زيارة سيد الأوصياء الزيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين ماذا نقرأ في زيارته في زيارة السادسة من الزيارات المطلقة في زيارة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان فالكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطبه السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات ماذا نقرأ هنا وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت باسمك المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات هكذا نخاطب أمير العمراء هكذا نخاطب سيد الأوصياء في زيارته وقطعا هذه الزيارات وهذه الأدعية بينت بحسب قانون المدارات لمراتب عقولنا هكذا نخاطب سيد الأوصياء السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات يا أمير المؤمنين السلام على صاحب الدلالات السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الرضي هو هذا الاسم هو نفسه السلام على اسم الله الرضي ووجشه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته وهكذا نتحدث مع إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف بنفس السياق بنفس النغمة بنفس المعاني بنفس المصطلحات هذا هو دعاء الندبة الشريف نخاطب إمام زماننا فماذا نقول له نقول له يبنى المعجزات الموجودة يبنى الدلائل المشهود يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم ألا تلاحظون العبائر هي هي في زيارة سيد الأوصياء في حديثنا مع إمام زماننا في دعاء الندبة ونستمر يبنى الآيات والبينات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات ما هي هذه العبائر يشد بعضها بعضاً ولعنة على علم الرجال لعنة على علم الرجال علم الرجال يضعف كل هذه الأحاديث يضعف زيارات الأمير يضعف دعاء الندبة يضعف هذا الدعاء دعاء الأسماء الحسنى لعنة على هذا المنهج الأعوج هذه أدعية أهل البيت هذا هو منهج أهل البيت إنا لا نعدل رجل من أصحابنا فقيهاً لبيباً عاقلاً حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول لحن القول هو هذا أن تعرف معارض كلامهم هذا هو منطق آل محمد هذا هو منهجهم في تقييم النصوص وإدراك أسرارها ومعارفها ثم ماذا نقول في نفس عبارات دعاء الأسماء الحسنى المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات والعلامات الظاهرات هذه العلامات هي هي التي جاءت في الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الذي يقرأ استحباباً في كل يوم من أيام شهر رجب الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الباب الذي عنون ما يدعى به في كل يوم من رجب أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادنة لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة وروات محمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هذه هي العلامات التي يتحدث عنها الدعاء وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات أو والدلالات البينات والعلامات الظاهرات هذه هي المقامات والعلامات التي تحدث عنها دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا أين تظهر هذه المعاني من عجائب الخلق من النار والنور والظلمات والسحاب المتطابقات والرياح الذاريات والأعين الجاريات والنجوم المسخرات وجلاميد الأهوية المتراكمات بين الأراضين والسماوات والعيون المنفجرات والأنهار الجاريات والبحار وما فيهن من الأمم المختلفات كل يسبح لك بذلك الإسم العظيم الذي لا تفنى عجائبه لما عظمته وشرفته وكرمته وكبرته وجعلته في ظلك فاستقر هناك فلا يخرج منك إلى غيرك هي هي هذه العبارة فبهم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذه العبارة هذا هو شرحها فبهم بهم بمحمد وآل محمد ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذه الهندسة الخاصة بمنظومة الأدعية والزيارات التي أتحدث عنها لاحظتم الترابط الواضح بينما جاء في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن الناحية المقدسة وما جاء في دعاء الأسماء الحسنى الذي قرأته عليكم من الجزء التسعين من بحار الأنوار وقد نقله عن البلد الأمين للمحدث الكفعم رحمة الله عليه وما جاء في زيارة أمير المؤمنين المطلقة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان وما جاء في دعاء الندبة ولو بقيت وأستمر معكم في كل الأدعية والزيارات فإن النتيجة واحدة النتيجة واحدة هي التي عبر عنها إمام زماننا في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نذهب إلى فاصل ومعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو الحجة ابن الحسن انها هي الاميرة مليكة انها هي السيدة نرجس انها هي الشريفة سقيل انها هي ام القائم انها هي السيدة الطاهرة المطهرة انها هي الموضع الذي جعله الله سبحانه وتعالى خزانة لأسراره التي اشرقت من هذه البوابة الشريفة ها هو امام زماننا الذي حدثنا عنه امامنا الرضا في العبارات والجمل الموجزة القصيرة التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من هذا الكتاب من الجزء الاول من الكاف الشريف هي هات هي هات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون هي هات هي هات عن اي شيء عن وصف شأن من شأنه او معرفة فضيلة من فضائله لا كيف هو ان وهو بحيث النجم وهو بحيث النجم من يد المتناولين مجمع اسرار الملك العلام انه وجه الله الذي اليه نتوجه اشرق من هذه البوابة هكذا هو نظام عالم الدنيا وهكذا هو التجلي البشر لمحمد وآل محمد عبر هذه الوسائط من الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة لا اريد ان اقف طويلا عند هذه النقطة وانما اردت بيانها بيانا اجماليا لانني لو اردت ان اسوق ما في كتبنا من احاديث اهل بيت العصمة في هذا الشأن لطال بي المقام كثيرا كثيرا جدا لكن اعتقد ما اشرت الي ما ذكرته بهذا البيان المجمل الموجز يعطي صورة مناسبة مناسبة تشرح هذا المفصل من مفاصل هذه الزيارة الشريفة والمودعة اسرار الملك العلام او ما جاء في التعبير الثاني والمستودعة اسرار رب العالمين مر الكلام مجملا ونحن ونحن نخاطبها السلام عليك ايتها الصديقة وحين اقول الصديقة فهذا يعني طهارة عقلها وطهارة قلبها وهما اللذان يعبر عنهما بالروح فحين نسلم على روحها اننا نسلم على عقلها وقلبها حين نقول السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر الصديقة مثل ما مر علينا لا يتولى شؤونها الا صديق الصديقة في درجة من الطهارة لا يستطيع من لا يملك تلك الدرجة من الطهارة ان يكون ملامسا لشؤونها والحال هو هو في الصديق ان كان رجلا او في الصديقة ان كانت امرأة فحين وصفت بهذا الوصف صديقة هذا يعني انها طاهرة العقل وانها طاهرة القلب وانها طاهرة البدن والحديث عن طهارة البدن ليس الحديث عن الطهارة العارضة طهارتنا نحن البدنية طهارة عارضة اولئك الذين في هذه المرتبة في مرتبة الصديقية طهارتهم ذاتية حتى لو كانوا في سابق الايام لا يملكون هذه الطهارة وكانت طهارتهم عارضة حينما يصلون الى مرتبة الصديقية فان الطهارة العارضة تتلاشى تتحول الطهارة الى طهارة ذاتية وقطعا لن يصل الى هذه المرتبة ما لم يكن مستحقا لها وبالتالي فان مقدمات الطهارة الذاتية كانت موجودة بشكل جذورها في بداية التكوين والخلقة وانا هنا لا اريد الدخول في التفاصيل في كل صغيرة وكبيرة السلام عليك ايتها الصديقة المرضية ومثل ما قلت في الحلقة الماضية من ان الصديقية ديقية في معناها الجوهري والحقيقي يتجلى في علي وفاطمة فقط في محمد وآل محمد لكنني اشرت الى علي وفاطمة باعتبار ان هذا الوصف معروف يتردد على الالسنة عنهما صلوات الله عليهما وآلهما فعلي هو الصديق الاكبر وفاطمة هي الصديقة الكبرى وإلا ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم خصوصا فيما يرتبط بالشعن الذاتي لا في الأمور العارضة في الأمور العارضة ربما تكون من الأمور لأولهم فلا تكون لآخرهم مثل ما في تسمية أمير المؤمنين بأمير المؤمنين هذه أمور عارضة وليس الذاتية من الجهة الذاتية فكلهم أمراء المؤمنين أنا هنا لا أريد أن أناقش جميع الأشياء ولا أريد أن أخرج عن أصل الموضوع موضوعنا ولادة القائم من آل محمد وما أسوقه من مطالب هو في ضمن هذه الصور التي أحتاجها في ترتيب هذه المنظومة المعلوماتية التي جعلتها صورا متعددة في شاشات متعددة ونازلت في الصورة السادسة من الشاشة الثالثة لذا لن أطيل كثيرا في التفاصيل فحين نخاطبها السلام عليك أيّتها الصديقة المرضية الصديقة يتجلى معناها في هذه العبارة بنحو فعلي وعملي السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر السلام عليك على كيانك بالإجمال ثم بعد ذلك يأتي التفصيل وعلى روحك يعني على عقلك الطاهر وعلى قلبك الطاهر السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر سأعود إلى هذه العبارة ولكنني أريد أن أقف عند هذه الجملة التي تسبقها تسبقها بعدة فقرات السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين أما خطبتها من روح الله الأمين فقد مر علينا الكلام حين قرأت عليكم الوثيقة الوثيقة الأولى والتي جعلتها صورة أولى من صور هذه الشاشة أعني الشاشة الثالثة التي أسميتها شاشة الأسرة عردت بين أيديكم وثيقة السيدة نرجس وهي تتحدث عن تفاصيل حياتها وقد أخبرت بشرى النخاس وهو إخبار لنا كيف تمت خطبتها وكيف أنها في عالم الغيب في عالم الرؤية والقضية قد تكون أبعد من عالم الرؤية ولكنها كيف تخبر بشرا قضية بهذه الضخامة وبهذا الحجم تتجاوز مستوى الرؤية إلى آفاق أعمق وأوسع وأدق ولكننا لا نريد أن نذهب بعيدا ونقف عند حدود الألفاظ التي وردت في الوثيقة ففي الوثيقة تحدثت عن خطبة نبينا صلى الله عليه وآله عن خطبته لها لولده الإمام الحسن العسكري خطبها من المسيحي ومن جدها وصي المسيح شمعون الصفا الزيارة تشير إلى هذا المضمون وأكتفي بهذا الإجمال وبهذا التذكير السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين منطقي جدا أن تذكر السيدة نرجس في الإنجيل للترابط الوثيق فيما بين السيد المسيح والمشروع المهدوي وللترابط الوثيق فيما بين ولادة إمام زماننا وبين الحواريين فأمه من بنات الحواريين من بنات وصي عيسى المسيح من بنات شمعون الصفا إذ أمها حفيدة أم مليكة الأميرة الرومية الحائزة على أشرف الشرف أمها حفيدة لشمعون الصفا مثل ما بينت هي في الوثيقة الأولى التي أسميتها وثيقة السيدة نرجس السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل الإنجيل الأصل ليس بأيدينا ولكن إمام زماننا بحسب معتقداتنا نحن سيخرج الإنجيل الأصل وحين يكون المسيح في خدمته في خدمة إمام زماننا ولربما وإنما أقول ولربما لأنني لا أملك نصا صريحا واضحا بالتعيين وبالتخصيص وإن ورد في كتب التفاسير الشيعية ورد حديث وحتى في غير كتب التفاسير الشيعية ورد حديث عن أن راحيل أم يوسف قد بعثت إلى الحياة مرة أخرى لما جاء يعقوب إلى مصر إلى يوسف لأجل أن يتحقق معنى السجود باعتبار أن يوسف ماذا رأى في رؤياه في بداية حياته فإنه قد رأى أن الشمس والقمر يسجدان له مع النجوم وتأويل الرؤيا في الشمس كان أباه وفي القمر كانت أمة وأمه لم تكن على قيد الحياة في ذلك الوقت فلذا ورد في كتب التفسير من أن راحيل ستعود إلى الحياة وستأتي مع يعقوب النبي كي يتحقق تأويل منامي ولدهم يوسف النبي وهناك أوجه شبه فيما بين أم إمام زماننا وأم يوسف هناك هناك أوجه شبه فيما بين شؤونات غيبة إمام زماننا وشؤونات غيبة يوسف وسائر الأنبياء وليس الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع فلربما وفقا لهذا المعنى إذا صح وثبت فسيدة نرجس ستعود إلى الدنيا مثل ما عادت راحيل بحسب هذا القول لا أملك رواية صريحة في هذا المعنى لكن إذا أردنا أن نطبق قوانين الرجعة فمن البديهي السيدة نرجس ستكون في أول الراجعين قوانين الرجعة الراجعون هم من محض الإيمان ومن محض الكفر لا أريد الخوض في هذه القضية كثيرا أعود إلى العبارة في زيارتها الشريفة السلام عليك هيتها المنعوتة في الإنجيل كما قلت منطقي أن سيدة نرجس تذكر في الإنجيل قطعا الزيارة هنا تتحدث عن الإنجيل الأصل ولكن ولكن مع ذلك رغم أننا لا نعتقد بأن الإنجيل الموجود في أيد المسيحيين هو هذا الإنجيل الأصل ولكن لا يخلو من الحقائق قطعا المسيحيون لا يعتقدون ذلك إنما يعتقدون أن الإنجيل الذي بين أيديهم هو هذا الإنجيل الأصل نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المسيحيون في أيامنا هذه وهذا السفر هو سفر الرؤية رؤية يوحنى وهذا هو الإصحاح الثاني عشر من إصحاحات سفر الرؤية ومن بداية الإصحاح الثاني عشر من الفقرة الأولى من الآية الأولى سموا ما شئتم وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس تسربلت أي غطت نفسها لبست الشمس التحفت بالشمس هو هذا التسربل وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها اكليل من اثني عشر كوكب وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلت وظهرت آية اخرى في السماء وذا تنين عظيم احمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض والتنين وقف امام المرأة العتيدة المرأة العتيدة المرأة الاصيلة المرأة الحاضرة بقوة هي هذه التي يقال لها مرأة عتيدة والتنين وقف امام المرأة العتيدة انتلت اراد ان يمنعها والتنين وقف امام المرأة العتيدة انتلت حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدة ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد واختطف ولدها الى الله والى عرشه الى اخر الكلام مثل مثل ما قلت هذا هو سفر الرؤية من كتاب العهد الجديد كما يسمى في المصطلحات الدينية المسيحية وهو الانجيل والانجيل تعني البشارة هذا هذا هو سفر الرؤية وهذا هو الاصحاح الثاني عشر والذي عنون بالمرأة والتنين هذا هو تفسير جون ماك ارثر وهو من التفاسير المعروفة للتوراة والانجيل لكتاب العهد القديم والعهد الجديد وهذه النسخة نسخة فاخرة في الطباعة متعارف بين المسيحيين المصريين يعني الاقباط يتهدونها في مناسبات الزواج نسخة فاخرة من الكتاب المقدس مع تفسير جون ماك ارثر هذه الطبعة الناشر دار منهل الحياة وهذه هي الطبعة الثانية الفين واثنعش ميلادي القاهرة مصر ماذا جاء في تفسير جون ماك ارثر هكذا قال ان كونها متسربلة بالشمس يرمز الى مجد الامة لماذا لانه تحدث عن هذه المرأة فهي تمثل الامة لا بد ان اشير الى ان هذا السفر وهو السفر الرؤية هو سفر مرموز فيه الكثير من الرموز وهم حينما يفسرونه يفسرونه بطريقة شرح اشارات الرموز ولذلك هو في صفحة الفين وثلاثمية وعشرة ماذا قال في معنى امرأة يعني هذه المرأة المتسربلة بالشمس قال ليست هذه امرأة فعلية بل هي صورة تمثيلية لامة بني اسرائيل التي تصور مجازيا في العهد القديم يعني في كتاب اليهود الديني بكل اسفاره يسمى بكتاب العهد القديم للذي لا يعرف هذه المعلومة والتوراة ما يسمى بالتوراة هو جزء من كتاب العهد القديم هكذا قال ليست هذه امرأة فعلية بل هي صورة تمثيلية لامة بني اسرائيل التي تصور مجازيا في العهد القديم كأنها زوجة الله هناك حديث في كتب اليهود عن زوجة الله وهم يفسرون ذلك تفسيرا مجازيا من ان المراد من زوجة الله هي امة بني اسرائيل والكلام هو هو هنا يسوقه كي يفسر ما جاء من هذه الصورة المرموزة في سفر الرؤية ان كونها متسربلة بالشمس يرمز الى مجد الامة وكرامتها وحالة رفعتها وإلى شعب الوعد الذين سيخلصون ويعطون ملكوت شعب الوعد المراد المسيحيون الذين سيدركون الالفية السعيدة فان المسيحيين بانتظار نزول المسيح وحينما ينزل المسيح بحسب عقيدتهم سيقضي على الشر وسيعيشون على الارض ما يصطلح عليه في ديانتهم بالالفية السعيدة وبعد ذلك فإنهم يرتفعون مع المسيحي إلى عالم الملكوت هكذا هي عقيدتهم وهكذا تنتهي الحياة البشرية التي نحياها على الارض بهذه الصورة هذا هو معتقدهم الديني إن كونها متسربلة بالشمس يرمز إلى مجد الأمة وكرامتها وحالة رفعتها وإلى شعب الوعد الذين سيخلصون ويعطون ملكوتا ويحتمل أن تكون صورة القمر تحت قدميها رمزا إلى علاقة الله بالأمة بموجب العهد إذ أن الأهلة كانت مرتبطة بالعبادة والإثنى عشر كوكبا باعتبار ماذا قالت الآيات في الإصحاح الثاني عشر وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا والإثنى عشر كوكبا تمثل أسباط الأمة الإثني عشر هذا هو كلام جون ماك أرثر المراد من أسباط الأمة الإثني عشر حينما قسم موسى اليهود إلى هذه الأسباط إلى الأسباط الإثني عشر وهذا الرقم هذا العدد في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية من الأرقام المقدسة جزء من ثقافة ديانة اليهود وديانة النصارى هناك ما يسمى بالأرقام المقدسة أحد هذه الأرقام المقدسة هو هذا الرقم إثنى عشر وقد تردد كثيرا في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد يعني في أسفار اليهود وفي أسفار النصارى ليس الحديث عن هذا المطلب وإنما جئت به مثالا باعتبار أن الزيارة هكذا قالت السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل وإنما نعتت في الإنجيل لأنها تشكل جزءا رئيسا وبوابة مهمة في تشكيل المشروع المهدوية المهدوية الأعظم وعيسى بحسب عقيدتنا عنصر من العناصر المهمة في تفعيل هذا المشروع وبسط نظامه على التراب الأرضي حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا ما جاء في تفسير جون ماك آرثر لهذه الفقرة فهو على سبيل الاحتمال ذكر أن هذه المرأة هي رمز إلى أمة بني إسرائيل وتحدث عن الكواكب الاثني عشر من أن المراد منها الأسباط الاثنى عشر هذا تفسير آخر وحاشية أخرى كتبت على الإنجيل هذه الطبعة المكتبة الشرقية بيروت لبنان جمعيات الكتاب المقدس في المشرق دار المشرق تاريخ الطبعة الف وتسعمية وثمانية وثمانين ميلادي وهذا هو الكتاب المقدس العهد الجديد كتاب النصارى وهذا سفر الرؤية وهذا هو الإصحاح الثاني عشر رؤية المرأة والتنين ماذا كتبوا في الحاشية على هذه الرؤية تدل على مريم العذراء أيضا بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والإيقوني يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة أيّة مطابقة البعض منهم فسر هذه الصورة صورة المرأة المتسربلة بالشمس والقمر عند رجليها قاموا بعملية مطابقة بين هذه التفاصيل وبين حالة السيدة مريم والدة عيسى المسيح فقالوا المراد من هذه المرأة المتسربلة بالشمس المراد منها السيدة مريم يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة ولو بشكل ثانوي حتى بشكل ثانوي لأنهم يعتقدون أن هذه المرأة التي ورد ذكرها في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤية لا علاقة لها بالسيدة مريم وهذا هو الواقع غير أن بعضهم الآخر يقول بأن الكاتب قصد مريم العذراء بصفتها صورة الكنيسة هم يرون تعبيرا رمزيا لذلك حاروا في معنى هذه الصورة الصورة قرأنا عند جون ماك آرثر وكثيرون من المفسرين تابعوا هذا التفسير من أن المراد من هذه المرأة المتسربلة بالشمس هذه المرأة التي على رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا هذه المرأة هي الأمة الإسرائيلية بأسباطها الاثني عشر وذهب بعض من المفسرين إلى أنها السيدة مريم ولكن المتأخرين منهم مثلما جاء مذكورا هنا يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في هذا الأمر لا يوجد تطابق تأريخي ولا توجد مماثلة فيما بين السيدة مريم وبين هذه المرأة المتسربلة بالشمس التي على رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا ففروا إلى قول ثالث من أن المراد السيدة مريم ولكن أخذت بعنوان رمز للكنيسة والمراد من الكنيسة المنظومة العقائدية مصطلح الكنيسة في الثقافة المسيحية يطلق على ثلاثة معاني المعنى الأول الكنيسة هي البناية وهذا الذي تعرفونه بناية الكنيسة محل العباد والكنيسة أيضا في الثقافة المسيحية يراد منها المذهب فالمسيحيون على مذهب وعلى طرق فيقال الكنيسة الانجيلية مثلا يعني هذا هو المذهب الانجيلي وامثال ذلك فيراد من الكنيسة المذهب وتطلق كلمة الكنيسة في المعنى الثالث ويراد منها المنظومة العقائدية مثل ما نصلح نحن في ثقافتنا الشعية بحسب ما جاءنا عنهم صلوات الله عليهم العلاقة فيما بين العبد وربه عبر محمد وآل محمد يعبر عنها بمصطلح الولاية الولاية هي المنظومة العقائدية الدينية التي تربطنا نحن العبيد به سبحانه وتعالى عبر محمد وآل وآل محمد الكنيسة أيضا في مصطلح النصارى منظومتهم العقائدية التي تربطهم بالله وبالمسيح عبر تفاصيل وشؤونات هذه المنظومة فقالوا من أن المراد من هذه المرأة المراد الكنيسة يعني المنظومة العقائدية ولكن أشير إليها بشكل رمزي بصورة السيدة مريم تلاحظون هناك اختلاف واضح في التفاسير هذه هي تفاسيرهم وهم أحرار في تفاسيرهم وهذه هي كتبهم في ثقافتنا نحن ماذا نجد في ثقافتنا وفي أحاديثنا نحن لا نريد أن نقترح على المسيحيين أن يقبلوا ما نقوله نحن إنما نتحدث عن أنفسنا ولأنفسنا لا شأن لنا بهم هم هكذا يفسرون نصوصهم ودينهم لا شأن لنا بهم ولكننا نحن نبحث عن الذي يتعلق بنا سأقرأ عليكم ما جاء في كتبنا الذي أظنه له علاقة بهذا الموضوع من قريب من بعيد ربما نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 هذا الكتاب الذي بين يديه هو كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأربلي وهذا هو المجلد الثاني من كشف الغمة الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت ألف أربعمائة أو ستة وعشرين هجري قمر المطبع ليلة صفحة 158 والحديث برواية أمتنا المعصومين عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله لما خلق الله آدم وحواء تبخترى في الجنة بحسب معرفتهم بحسب رؤيتهم إلى ذلك الوقت لما خلق الله لما خلق الله آدم وحواء تبخترى في الجنة فقال آدم لحواء ما خلق الله خلقا هو أحسن مننا فأوحى الله فأوحى الله إلى جبرائيل ائتي بعبدي يعني آدم وحواء ائتي بعبدي الفردوس الأعلى فلما دخل الفردوس نظر إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة الدرنوك هو المكان الذي يجلس عليه قد يكون بساطا فراشا موضعا للجلوس عليه وهذا الدرنوك موضع خاص للجلوس عليه فلما دخل الفردوس نظر إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة وعلى رأسها تاج من نور وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن وجهها فقال آدم حبيبي جبرائيل من هذه الجارية التي قد أشرقت الجنان من حسن وجهها فقال هذه فاطمة بنت محمد نبي من ولدك يكون في آخر الزمان قال فما هذا التاج الذي على رأسها قال بعلها علي بن أبي طالب قال فما القرطان اللذان في أذنيها قال ولداها الحسن والحسين قال آدم حبيبي جبرائيل أخلقوا قبلي قال هم موجودون في غامض علم الله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة هذه رواية من الروايات وهي أيضا باللسان الرمز ألا تتلمسون شيئا من مضمون هذه الرواية والتي هي أيضا ربما لم تنقل إلينا بشكل دقيق خصوصا وأن هذه الرواية نقلها صاحب كشف الغم عن الأئمة عن رسول الله ولكن من كتب المخالفين ليست من كتبنا مثل هذا المضمون ورد عندنا في روايات ولكن بنحو منتشر في مجموعة من الروايات ليس في رواية واحدة ولأن المقام مقام إيجاز جئت بهذه الرواية نموذجا لأنني لا أريد أن أقف طويلا عند كل فقرة من فقرات هذه الزيارة الشريفة فحينها سيطول البرنامج وسيكون متعبا سيكون متعبا من جهة المتابعة ومن جهة الانتفاع من مضامينه ماذا جاء في سفر الرؤية وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها ألا يمكن أن يراد من هذه المرأة المتسربلة يراد منها السيدة نرجس يمكن ذلك أو لا يمكن يمكن نحن لا نملك دليلا قطعيا على صحة هذا النص على الأقل من وجهة نظرنا نحن بالنسبة للمسيحيين يعتقدون بصحة كل لفظة في هذا الكتاب ومن أن الكتاب لم يتعرض إلى تحريف هذا هو الرأي الرسمي الشرعي عند النصارى هناك من يقول بتحريف الإنجيل من الكتاب والباحثين والمؤرخين للديانة المسيحية في الوسط المسيحي لكن الرأي الرسمي والشرعي والديني للمتدين المسيحي هم يعتقدون بصحة هذا الكتاب وبعدم تحريفه ولا في حرف واحد وأن هذا الكتاب هو كلمة الله الخالدة التي لا تتغير ولا تتبدل هذا هو معتقدهم الديني المسيحي نحن لا نعتقد ذلك هذا هو فهمنا مثل ما هم أيضا لا يعتقدون في ديننا ما نعتقد نحن هم أيضا لهم وجهة نظرهم نحن لا نملك يقينا بصحة هذا النص وربما كان هذا النص موجودا بصيغة أخرى ولكن نحن والنص الموجود بين أيدينا يمكن أن يراد منه الصديقة الكبرى فاطمة والمعاني فيها تشابه مع هذه الرواية التي قرأتها عليكم وحتى مع تأريخ الصديقة الكبرى في بعض الجهات ويمكن أن يراد من هذا النص السيدة نرجس هي متسربلة بالشمس الشمس عنوان لإمامنا الحسن العسكري والقمر تحت رجليها إشارة إلى ولادتها للقمر قد يكون هذا التعبير الذي وصل إلينا بعد الترجمة فالإنجيل في الأصل هذه الكتب في الأصل كانت باللغة الآرامية والنسخ الآرامية فقدت أقدم النسخ للإنجيل في وقتنا الحاضر باللغة اليونانية القديمة واللغة اليونانية هي الأخرى تغيرت ثم ترجمت إلى لغات أخرى ومن اللغة اليونانية ترجم إلى اللغة الإنجليزية وبعد ذلك وصلتنا هذه الترجمة العربية مع ملاحظة أن الترجمات العربية مختلفة إذا أردنا أن نجمع بين عدة ترجمات فهناك اختلاف بين هذه الترجمة وبين هذه الترجمة هناك اختلاف قد لا يكون اختلافا كبيرا في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يشكل اختلافا معنويا واضحا لا أريد الحديث هنا عن الأناجيل وعن ترجمات الأناجيل فلربما يراد بالشمس إمامنا العسكري ويراد بالقمر إمام زماننا وربما هذه المعاني هي معاني تقريبية هذا كله إذا كانت هذه الرموز وهذه الأوصاف تشير إلى السيدة نرجس ولا نملك دليلا على ذلك لكن الكلام جر الكلام فعينما جاء في الزيارة من أنها نعتت وذكرت في الإنجيل فأشرت إلى هذا المطلب لأجل تقريب الفكرة كيف أنها ذكرت في الإنجيل ما جاء في الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة جاء في وثيقة السيدة حكيمة فرددته إلى أبي محمد وأنا أقرأ من كتاب كمال الدين وتمام النعمة وهي تتحدث عن تفاصيل ما جرى في بيت الإمام العسكري بعد ولادة إمام زماننا تقول فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه وقد مر بيان ذلك من أن الطير هنا صور الملائكة الذين تصوروا بهذه الصور وكانوا يرفرفون على رأس الإمام بعد ولادته فرددته إلى أبي محمد بعد أن أخذته إلى أمه بأمر من الإمام الحسن العسكري فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منها فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير إلى أن تقول حكيمة فقلت وما هذا الطير قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة صلوات الله عليهم إلى آخر ما جاء في هذه الوثيقة التي عرضتها بين أيديكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج جاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤية فولدت ابنا ذكرا عتيدا هذه المرأة سنقرأ النص كاملا وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا يرمز إلى الإمام الثاني عشر وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلت وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلت حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد ربما أفضل تعبير رمزي عن سيفذ الفقار هو هذا التعبير فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه هذا الأمر لم يجري مع عيسى المسيح حتى في الثقافة المسيحية لم يختطف عيسى المسيح بعد الولادة مباشرة واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك ألفا ومئتين وستين يوما إلى آخر ما جاء بالإصحاح الثاني عشر الذي عنوانه المرأة والتنين من سفر الرؤية رؤية يوحن السلام عليك أيها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين قطعاً أنا لا أقصد أن العبارة تشرح بشكل حقيقي بهذه الطريقة وإنما أردت أيضاً أن أضيف إلى معلوماتكم شيئاً من الثقافة المسيحية والكلام كله كان بحسب الظن بحسب الاحتمال نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كنت راغباً أن أكمل الحديث في هذه الزيارة الشريفة في هذه الحلقة لكن يبدو أن الوقت لا يكفي لذا سأكمل حديثي في بقية المفاصل والمفاتيح المهمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أحاول أحاول أن ألخص المطالب فيما بقي عندي من الوقت وأترك بعض المفاصل إلى حلقة يوم غد الزيارة الزيارة بدأت بهذه العبارات السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين السلام على مولانا أمير المؤمنين السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين ومثل ما بيت لكم ذلك في الحلقة الماضية من أن هذا الاستهلال بهذه العبائر هو جزء من خصائص هندسة منظومة الأدعية والزيارات وفي ذلك إشارة واضحة من أن الذي سنزوره هو جزء من هذه المنظومة المقدسة يعني أيها الزائر اخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طواء بالمعنى الذي بيّنه إمام زماننا في الوثيقة الثالثة في رواية سعد الأشعري اخلعنا عليك تجرد تجرد عن الأولويات التي تعدها أنت أولويات واجعل الأولوية لنا فقط لهذه المنظومة فهذه العبائر هي فاتحة واستهلال تخبرنا من أننا سنخاطب مزورا هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وهو باب من أبوابها ويا له من باب إنها سيدتنا والدة القائم صلوات الله عليه وعليها بعد ذلك دخلنا في الزيارة فجاء هذا المفصل الهام من أنها كما خاطبتها الزيارة السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام إنها خزانة للوديعة الإلهية وبوابة حين فتحت وأشرق نورها إننا في مواجهة الوجه الإلهي الذي نخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنه مرآة الإسم الأعظم 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 إنه جوهر الحقيقة المحمدية التي تجلت في هذا العنوان بقية بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ثم نخاطبها بأنها صديقة إنها طاهرة العقل وطاهرة الروح وطاهرة البدن إنها الوعاء الذي أشرق منه نور الحجة بن الحسن تخاطبها الزيارة يا شبيهة أم موسى ومر الكلام في ذلك وابنة حواري عيسى هذه سليلة شمعون الصفا أيتها المنعوتة في الإنجيل ومثل ما قلت منطقي ومنطقي جدا لا بد أن تذكر بغض النظري عن المعلومات التي تحدثت عنها قبل قليل لأنها تمثل مفصلا أساسيا في العلاقة فيما بين أتباع عيسى المسيح وبين المشروع المهدوي السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين ومر الحديث في هذا المطلب وجاء الوصف والمستودعة أسرار رب العالمين وأعتقد أنني وضحت جانبا من هذا المعنى وأنا أتقلب بين دعاء الأسماء الحسنى المنقول عن رسول الله وبين سائر الأدعية والزيارات الشريفة مثل ما مر الحديث في بدايات هذه الحلقة إلى أن تقول الزيارة الشريفة السلام عليك وعلى روحك والروح هنا عقل وقلب السلام عليك وعلى عقلك الطاهر وقلبك الطاهر وهذا العقل الطاهر والقلب الطاهر يقودان إلى البدن الطاهر السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر هذا مفك مهم من مفكات هذه الزيارة هذا أؤجله إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى مع مفك آخر مؤثرة هواهم وهذا المفك جاء في هذا السياق ورغبتي في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم مفك من أهم المفكات في هذه الزيارة الشريفة سأقف عليه غدا فعندنا ليوم غد هذان المفك هذان المفصلان من مفاصل هذه الزيارة الشريفة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر والمفك الثاني مؤثرة هواهم وتستمر الزيارة الشريفة إلى أن تقول اللهم إياك اعتمدت ويستمر الداعي في الدعاء وبك اعتصمت والاعتصام بالله مثل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة إنما يكون بالاعتصام بهم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله وبك اعتصمت مباشرة وبقبري أم وليك لذت هذه العبارة عبارة مختصرة ولكن هذه العبارة تجمل كل المعاني المتقدمة أي قبر هذا الذي نلوذ به بعد الاعتصام بالله صاحبة القبر أي شأن لها حتى نلوذ بقبرها بعد الاعتصام بالله الزيارة هكذا تقول وبك اعتصمت والخطاب في سياق الدعاء الذي ابتدأ اللهم إياك اعتمدت ولرضاك طلبت وبأوليائك إليك توسلت وعلى غفرانك وحلمك اتكلت وبك اعتصمت وإنما أعتصم بالله حينما أعتصم بهم لا يتحقق معنى اعتصام بالله إلا بالاعتصام بإمام زمان حين نؤمر بالاعتصام بالله فذلك يعني أننا قد أمرنا بالاعتصام بإمام زماننا وبك اعتصمت وبقبر أمي وليك لذت فأي شأن لصاحبة القبر هذا كي ألوذ بقبرها بعد أن كنت قد اعتصمت بالله الجملة قصيرة ولربما يمر عليها القارئ مرورا عابرا هذه الجملة تشتمل على كل المعاني السابقة لو لم تكن صاحبة القبر جزءا من المنظومة المقدسة التي تحدثت عنها الزيارة في البداية لما لثت بقبرها لو لم تكن خزانة أو دع فيها البار أسراره والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام لو لم تكن هكذا لما لثت بقبرها لو لم تكن هذه هي الصديقة المرضية وهي شبيهة أم موسى تأريخيا فأين موسى وأين الحجة ابن الحسن وهي ابنة حواري عيسى ابنة شمعون ولكنها هي أم لمن لابن علي وأين علي وأين شمعون إنها أميرة الأميرات ولكنها إذا ما قيست بفاطمة فإن فاطمة سيدة الحرائر وإن مليكة سيدة الإماء هي سيدة الإماء هي خيارة الإماء وأما فاطمة فهي خيارة الحرائر هي سيدة الوجود إنها أم الحسن والحسين إنها أم الأئمة إنها أم القائم العظيم إنها أم بقية الله الأعظم كل تلك الأوصاف كانت سببا أن نلوذ بقبرها وبك اعتصمت يا إلهي وبقبري أمي وليك لذت فصل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع ولدها كما وفقتني لزيارة ولدها وزيارتها إلى أن تقول الزيارة وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها هذه التفاصيل وهذه المضامين وهذه المعاني لا يمكن أن تنسب إليها ما لم تكن جزءا حقيقيا من هذه المنظومة المقدسة المطهرة المعصومة لا يمكن أن تنسب هذه الأوصاف وأن تنسب هذه المعاني انفعني بزيارتها تبتني على محبتها لا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها ارزقني مرافقتها احشرني معها ومع ولدها احشرني في زمرتها ادخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها الى بقية المضامين التي تخبرنا عن علو شأنها صلوات الله وسلامه عليها الحديث لم ينتهي في فنائها وان كان كل الحديث عبارة عن قبسات ومضات فلاشات سريعة ومثل ما فعلت سابقا افعلها الان وامد يدي وعقلي وقلبي مستجديا في فنائي اميرة القياصرة شريفة الاشراف سيدة الاماء ام امام زماننا اتوسل اليها بولدها القائم ان ان توفقني لفهم سليم اقارب فيه لا اقول فضلها وانما اقارب فضل ما يجاور فنائها صلوات الله عليها سلام عليها سلام على المنعوثة في الانجيل سلام على شبيهة ام موسى سلام على المدعة اسرار الملك العلام سلام سلام على ام الامام ابن الامام ابن الامام ابن الامام ابن الامام سلام على ام خلاصة محمد المصطفى سلام على ام القائم ورحمة الله وبركاته أترككم في رعاية القمر نلتقي غداً على أولاء الحجة بن الحسن أسلكم دعا جميعاً في أمان الله ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح أي من تظر الإنسانية تبدى الثورة بديار الشام بديار الشام بدياره ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والقائم ترفل